السلام عليكم ورحبا بكم في قناة عالم شريفة اناقا بالنسبة لخل تفاح او الفينيجر دو سيدغ فهو رائع جدا كيتصنع بطريقة جيدة وطريقة كتستحصفت به تفاحة على المكونات ديالها وكتصلح للبشرة وكتصلح ايضا الشعر رائع رائع جدا مفيد بالجسم ايضا بالنسبة لماسك ديال اليوم اللي تكون فيها خل تفاح وكما قد لكم دائما قبل ما تدلوا اي ماسك دروري تدلوا واحد مقشر باش توجدوا البشرة ديالكم تستقبل هاد الماسك هذا اذا بالنسبة لماسك ديال اليوم عدنا معلقة كبيرة ديال النشا او دقيق الدورة وعدنا معلقة كبيرة ديال خل تفاح اذا كنتمنى تستعملوا هاد الماسك هذا مرة في الاسبوع لانه رائع جدا يزيل حب شبابي بنهائيا وايضا يزول البطور ويفتح البشرة ويزول حرق الشمس ومعلقة كبيرة ديال الحليب حليب كامل دسم نحركه مزيان هاد الشي ونضيفه قطرات ديال ماء الورد اذا نصف نصف معلقة صغيرة ونحركه نستمره في التحريك اه صدقوني هاد الماسك هذا اه مزيان بساف اللي عندما حب الشباب يستعملوه كي يطفي حب الشباب كي يبس حب الشباب وايضا يمتص الدهون في الوجه ويعادل اه نسبة الدهون في في الجسم كيرضها بشرة اه معتادلة ما كانت تبقىش دهنية اذا ندروا بحال هكذا واحد البنسو ودوزو على وجه ديالكم بالطبقة ساميكة وخليوا هي بسم زيان في وجه ديالكم واحدة عشرين دقيقة ونصفوا من بعد نطفوه لكن واحد طريقة تانية جيبوا داك المين ديال الوراقي ديال الجيب قصو يكون متين وقطعوا العينين والانف والفم رغم ما كثيرا يتباعوا لكن صنعوا في الدار وقطعوا مثلا داك العينين على حسب العينين لوجه ديالكم وديروا هكذا في ذاك الاناء ديال ليدرنا هذك الماسك اللي في المكونات الاربعة وحاولوا تدور بحال هكا اذا احنا حصنا على واحدة الماسك رائع جدا وديروا فوق الوجه ديالكم والصرخة ولكن نحضركم عندك يدخلكم خلط صفح العينين ديالكم عند انتفادة العينين ديالكم حاولوا تدورو بلطف وديروا بطريقة ليينة اذا غادي تدوروا فوق الوجه ديالكم هاد هاد الماسك هذا رائع جدا كيتشرب ذاك الخلط فاح كامل والناشا والحالب والبعد الورد وخليوا فوجهكم حتى عشرين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة ومبعد غصلوه اذا بالنسبة التونر ديال خلط فاح تهو مزيان بساف رائع جدا غادي نجيبو قدي نجيبو الخلط فاح ونخلطوه مع الماء المعديني ندولو بحال هكذا في واحد في واحد البخاخ ولا انا دي كنت عندي فيها زيت الكوك تندي بها دي فيها بخاخة وغادي نحيدها اخوات لي غادي ندير ايضا غادي نصنع ذاك تونر في الدار اذا هاد تونر ذاك ينقي البشرة واحد طريقة خيالية ديروا فلوجه ديالكم رائع جدا مزيان بساف بساف اذا هاد ادير شوية الماء معديني ونضفع الي خلط فاح نحركه مزيان دروف داك البخاخ اولا الشي قريعة صغيرة ولا الشي بوقال على صب رائدي على حسب الرغبة ديالكم بذن نسمحوا سوف ندير هنا معلقة كبيرة دير خلط فاح اذا دائما خلط فاح يكون يكون المقدار دياله قل ملمة لانه هو مجهد على الوجه ونحرك بحال هكذا صافي ونعمره في داك القريعة عدينا اذا هاد تونر لش كي يصلح ثان الواجه لك يصلح بعد ما كنت نضفع لوجه ديالك مكياش كدير اللمس كديري كل شي كديري في القطينة كترشي في وجهك ونعمره اقطينة ودوزي دي قطينة على وجهك بلطف دويزيها مزيان في وجهك عشرة دقائق وبعد غسليه اذا بحالك رشو وجهكم هادولوا في طلاجة ورشو وجهكم ودولوا في القطينة في الوجه ديالكم دوزيوا مزيان في الوجه ديالكم اذن ايضا خلت فا عندو واحد الفائدة كبيرة ديولو فاحد البخاخ ونطفو بها شيتات ديال الماكياج ديالكم عاكيد كي يعقم كي يعقموا احت طريقة زوينة ورائعة للشيتات هاد البغوث ديال الماكياج كانتمنى هادشي عجبكم ويفيدكم وشكرا الى اللقاء بحول الله